أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الجهود المتميزة للكوادر الوطنية في إنجاح مختلف مسارات التنمية والتطوير وأشد سموه بإصرارها الدائم على التميز وبلوغ الغايات التي تعزز من رفعة ونماء المملكة لافتا سموه إلى الحرص المستمر على مواصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية وفتح أفاق التطوير والإبداع والابتكار أمامهم بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وقال سموه إن ما تحقق لمملكة البحرين من نجاحات عديدة في مختلف المجالات كان للكوادر الوطنية فيها بصمات جلية وأدوار فاعلة نفخر ونعتز بها ونتطلع لمواصلتهم العمل بروح الفريق الواحد لاستمرار تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة مشيرا سموه إلى أن تنفيذ كافة المشاريع والاستراتيجية والخطط الحكومية يتطلب مواصلة تطوير أداء الكوادر الحكومية عبر مختلف المبادرات والبرامج بما يعود بالخير والنماء على الجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الإقضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعدت السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء الدفعة التاسعة من منتسيبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية حيث رحب سموه بهم معربا عن تهانيه لهم بمناسبة اختيارهم ضمن الدفعة التاسعة ومتمنيا لهم التوفيق والسداد مؤكدا أهمية الاستفادة من الخبرات والمهارات والمعارف التي يتيحها البرنامج لهم خلال فترة انتدابهم للعمل في مكتب رئيس مجلس الوزراء بما يسهم في تطوير مهاراتهم وخبرتهم وتحقيق أهداف البرنامج وبما ينعكس إيجابا على تطوير منظومة العمل الحكومي منوها سموه بجهود القائمين على برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ومتابعتهم المستمرة التي تسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة من البرنامج من جانبهم أعربا منتسبوا الدفعة التاسعة عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام دائم لتطوير وتمكين الكوادر الوطنية وخلق الفرص الوعدة أمامهم معاهدين سموه على العمل بروح الفريق الواحد من أجل نماء وتقدم مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر